محاولة جديدة لإعادة اتفاق ستوكهولم إلى الواجهة بعد غياب طويل للعملية السياسية بسبب الحرب وتوسع دائرة الأزمة هكذا تبدو كل تحركات المبعوث الأممي الأخيرة الرامية لإعادة المصار السياسي في جديد تحركاته وصل مارتن جريفث إلى مطار صنعا بعد شهر من زيارته الأخيرة سيلتقي خلال الزيارة مع قيادات في ميليشيا الحوثي لبحث تنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة ميليشيا الحوثي التي يرتبط قرارهم بشأن السلم والحرب بإيران وصراعاتها في المنطقة فتحت جبهات جديدة إضافة إلى الجبهات المتوترة منذ بداية الحرب الأمر الذي يضاعف من التشاؤم بشأن محاولات الأمم المتحدة إعادة إطلاق مصار السلام مجددا كما يجد مراقبة في الوقت الذي يسمح فيه الحوثيون لاستئناف تحركات المبعوث الأممي كشف مسؤولون أمميون أن عناصر من الميليشيا في المقابل منعت دخول ممثل مفواضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العبيد أحمد العبيد إلى صنعاء وأمر طائرته بالإقلاع من المطار بعد وقت قصير من هبوطها هذا التطور بحسب ما أفادت وكالة السوشيتت بيريس جاء بعد تقرير لجنة الخبراء الذي أوردت تفاصيل الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا في الحرب بما في ذلك انتهاكات ضد نساء في سجون يديرها الحوثيون تعثر جديد في طريق إعادة مسار الحل واستمرار حوثي في إطالة أمد الحرب وإعادة المسار السياسي إلى نقطة الصفر وبين هذا وذاك تستمر الأمم المتحدة في تقديم مقاربات لحلول لا تتصل بالواقع ولا تنظر لحقيقة الأطراف المعرقلة لها كما يقول مراقبون ترجمة نانسي قنقر